هذا المؤتمر الصحفي الذي أقده وصيط الجمهورية صالح كيبذابو مع مختلف ممثلي وسائل العلام العامة والخاصة وذلك بهدف التطرق حول وساطة الجمهورية ومشاركتها في النشاطات التي تهدف إلى تحسين الخدمات العامة وخاصة بين الإدارة العامة والقوى الاجتماعية والمهنية وكذا المساحمة في تنفيذ سياسة الحكومة بشأن المصلحة هذا وقد تداخل مختلف ممثلي وسائل العلام العامة والخاصة بأسئلة متنوعة تمحور بعضها حول دور وساطة الجمهورية وما تقوم به هذا وقد رد وساطة الجمهورية صالح كيبذابو على مختلف الأسئلة وقال الوساطة لديها أمور كثيرة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار وأبوابها مفتوها لكل من لديه مشكلة مع الإدارة وأنهم يعملون من أجل وصول الشعب إلى حقوقه لكي ينعم كل واحد بالأمن والاستقرار وأضاف بأن وساطة الجمهورية غير مخول بالتدخل في النزاعات كما طالبت شادينا بهب الوطن الحبيب شاد لأنها هي التي تجمعنا وكل عمل نقوم به لابد أن يكون بكل مسؤولية ومحبة